مرحبا الأصدقائي معكم محمد سبلبل أنتم على قناة شفاء النفس هذا هو الجزء الثالث من الإجابات عن الأسئلة الخاصة بالفيديو كيف تبدو الطاقات الجزء الأول الأور سأجيب عن سؤالين أجابت عنهما أعلى بريجنال السؤال الأول حين نمارس التأمل ونشعر بالخفة والطاقات الرفيعة هل تساهم هذه الأحاسيس بتحريج الطاقات المنخفضة الموجودة في الأورى؟ تجيب آل إن كان الشخص موجودا في حالة قريبة من التوازن يقرأ الصلوات يحافظ على الحب في النفس فإن طاقته ذات الترددات المنخفضة تستبدل تدريجيا بطاقات ذات ترددات مرتفعة لذا لا جدوى من تحريج الزات من الطاقات المنخفضة تتالي الطاقات المنخفضة والمرتفعة في حدود المعقول يؤدي إلى التحرك للأمام وإلى النمو السؤال الثاني هل تتراكم الطاقات المرتفعة في الأورى مثل ما تتراكم الطاقة المنخفضة؟ تجيب آل في الأورى تتبادل الطاقات المنخفضة والمرتفعة هي تجري دائما في تيار واحد مع المعلومات الطاقة تجري دائما مع المعلومات فقط جزء من الطاقات المرتفعة يبقى في الأورى أما الجزء الآخر فيتخزن على شكل طاقة طاهرة في طبقة النفس الأخيرة كطاقة حيوية تسخر لتكوين المستقبل، الطاقة ذات الترددات المنخفضة لا تدخل طبقات النفس العميقة، انتهى الجواب، لمعرفة ما هي طبقة النفس الأخيرة وطبقات القديمة والعميقة، شاهدوا الفيديو كيف تبدو الطاقات في الواقع على الجزء الأول الأورى، رابط الفيديو في الوصف أذكركم بتوفر كورس شفاء النفس السبيل إلى السعادة، الكورس من تأليفي عامل عرضين عليه، لمعرفة التفاصيل شاهدوا الفيديو السابق، رابط الفيديو على كل حال حطوه في الوصف كذلك أذكركم بتوفر كتب سيرجيني كلاويش لازريف بترجمتي لدى دار قرأني، وكتاب زوجة دان لرامي بلايكت لدى دار قرأني، رابط سايت دار قرأني في الوصف، تدخلون إلى السايت وتجريدون هناك رقم واتس أب، ومن خلال الواتس أب ترسلون الدار شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء